موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام لماذا تستمر دوامة المعاناة الإنسانية في العراق البلد الغنية بالنفط حتى تفاقمت معدلات الفقر والبطالة ولماذا لا تزدهر في هذا البلد سوى صناعة السجون والمعتقلات وقمع الكلمة الحرة والتهجير في العراء لماذا يصمت المجتمع الدولي عن كل الانتهاكات التي تجري في العراق مع ذلك تصنف المنظمات الدولية والإنسانية منذ احتلال العراق وإلى الآن الوضع الإنساني في هذا البلد بالمترد حيث انتهكت حقوق الإنسان العراقي في شتى المجالات حتى الاتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية بينما حذرت منظمة العرف الدولية من مخاطر محدقة بالأوضاع الإنسانية في العراق في ظل تصاعد معدلات الانتحار وتفاقم أوضاع النازحين في المخيمات نصلت تحت الضوء مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الوضع الإنساني المتدخر في العراق نتابع هذا التقرير إن حالة حقوق الإنسان في العراق ليست على ما يرام هكذا تصف المنظمات المحلية والدولية منذ سنين خلت الوضع الإنساني في العراق بأنه ليس على ما يرام مفوضية حقوق الإنسان وصفت الواقع الإنساني في العراق بالمترد منذ أعوام بسبب الأحداث الجسيمة التي مرت على البلاد والتي ساهمت بانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى السياسية والمدنية منها وحسب آخر الإحصائيات فإن أعداد الذين يسكنون في العشوائيات بلغ مئات الآلاف فيما لازالت المحافظات المدمرة بسبب العمليات العسكرية دون إعمار نهيك عن وجود أكثر من 300 ألف أسرة نازحة تسكن المخيمات ولا يزال هناك مليون مهاجر وأكثر من مليوني عاطل عن العمل منظمة العفو الدولية تحدثت عما يجري في العراق من انتهاكات مؤكدة أن الوضع الإنساني هناك من بين أكثر الأوضاع خطورة في العالم تقارير صليب الأحمر الدولي هي الأخرى أشارت إلى أن أكثر من 2200 طبيب وممرضة قتلوا و250 آخرين اختطفوا وأن 59% من الكوادر الطبية غادرت العراق فيما قتل المئات من الشخصيات العلمية أطفال العراق لم يسلموا من الانتهاكات فنسبة عمالة الأطفال تترك أثارا خطيرة على مستقبل الطفولة في البلد نتيجة لحرمانهم من العيش في أجواء طبيعية وآمنة ووجودهم في الطرقات والأحياء الصناعية يدلل على حرمانهم من التعليم والرعاية الأسرية إضافة إلى قساوة بعض المهن التي يعملون فيها ضياء حقوق الإنسان وعدم توفير سبل العيش دفع البعض للانتحار فقد كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن أعداد المنتحرين في الربع الأول من عام 2019 في عدد من المحافظات العراقية وقد تصدرتها محافظة كربلاء بتسجيل 20 حالة انتحار وأقبتها محافظات البصرة وكركوك وذيقار وميسان ثم النجف بأعداد تتراوح ما بين 11 إلى 19 حالة انتحار كل هذا يحدث على مرءا ومسمع من العالم الذي يعيش حالة صمت تجاه الواقع الإنساني في العراق إذن تبعنا يسويون هذا التقرير الذي صلت الضوء على جزء من سوء الأوضاع الإنسانية في العراق أرحب بضيفي في الستوديو الأستاذ شاهو القرداغي الكاتب والمحلل السياسي أهلا وسائل وأرحب أيضا من عمان بالدكتور أيمن العاني نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين مرحبا بك دكتور أيمن أهلا وسائل إذن أبدأ معك أستاذ شاهو القرداغي الكثير من التقارير الدولية وحتى المحلية صدرت عن الوضع الإنساني في العراق ووصف بأنه على ما يرام منظمة الأفو الدولية تحذر من خطورة الوضع في العراق منظمة الصليب الأحمر جميع منظمات حقوق الإنسان منذ احتلال عراق عام 2003 وحتى الآن هل هناك يعني برغم الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة ما مدى جدوى هذه الإجراءات؟ تحياتي لكم في الحقيقة المظاهرات والاحتجاجات التي نراها اليوم في بعض المدن العراقية وفي بعض المحافظات التي تخرج للمطالبة ببعض الحقوق الأساسية والحقوق الرئيسية لكل مواطن في العالم يبين أو يوضح مدى نزول أو مدى انخفاض الأداء الإداري والسياسي للأحزاب والحكومات التي حكمت منذ 2003 إلى الآن نرى أن المطالبات مطالبات رئيسية لتحسين قطاع التعليم تحسين الصحة أو طرق أو مياه أو كهرباء وهذه أمور أساسية وعدت الحكومات السابقة بمعالجتها وأيضاً تصدير مثلاً الكهرباء إلى الخارج وعدت بمعالجة هذه الأمور وكانت هناك ميزانية هائلة وكان هناك قدرات وإمكانية للتغيير وأيضاً مؤتمرات للإعمار حدثت إدة مرات وتم منح العراق ببالغ طائلة وتم اقتراض من الخارج ولكن على الرغم من ذلك تفاقمت الأمور والأزمات بسبب ماذا؟ بسبب أن العقلية الحاكمة ليست عقلية إدارة الدولة بل عقلية إدارة الدولة لفترة انتقالية للأسف الأحزاب التي تحكم حالياً لا تمتلك أي استراتيجية لإدارة الدولة وأيضاً لتحسين أداء الخدمات أو تحسين ظروف المعيشية للمواطنين وبالتالي تريد أن تلجأ أزمات اليوم ومشاكل اليوم إلى يوم آخر تؤخر معالجة هذه المشاكل تشغل المواطنين بأمور تافهة وأمور سخيفة تشغل الرأي العام بأمور أخرى لا تتعلق بحياتهم لا تتعلق بأمورهم المصيرية والأمورهم الحياتية المعيشية وبالتالي نجحت في الاستمرار في الحكومة وإدامة الوضع الحالي حتى الآن بسبب عدم وجود أي عراقيل عدم وجود أحزاب معارضة الآن هناك خطاب للمعارضة أو مواجهة هذا الوضع الجاري وأيضا يدخل في مساومات وفي صراعات داخل الأحزاب الحاكمة وليس هناك معارضة جدية وبالتالي لم يكن هناك من يقوم الأداء السياسي لهذه الأحزاب البرلمان الذي من الواجب أن يكون هدفه ووظيفته مراقبة الأداء الحكومي انحرف عن هذا الوظيفة وأصبح وظيفة البرلمان الدخول في المساومات والعقود وبين الأطراف السياسية أيضا وبدل أن يتم مراقبة الأداء السياسي للحكومة تم الغطاء على تقصير الحكومة تم التبرير للحكومة وفي الأخير من يشكلون أغلبية البرلمان أو من يشكلون نواب البرلمان 90% هم الداخلون في هذه المساومات وفي هذه الأخطاء السياسية وبالتالي هم لم يحاسبوا أنفسهم والبرلمان جزء من هذه المنظومة وبالمقابل ليس لديك سلطة قضائية حيادية تستطيع أن تحرك ملفات الفساد وتستطيع أن تقوم وهنا نرى أن جميع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بأيدي أحزاب سياسية لا تمتلك أي رؤية لإدارة الدولة أو لتحسين أداء السياسي في الدولة وهذا تسبب في قصور سياسي في العراق وعدم إنجاز أي مشروع استراتيجي يعني لم ينفذ أي مشروع استراتيجي إلى الآن في العراق في أي قطاع من القطاعات بل تم تأجيل كل المشاريع الاستراتيجية بحجة مرة الإرهاب وبحجة مرة المؤامرات الخارجية ومرة التجربة العراقية يحتاج للنضوط لا أدري إلى متى ينتظر المواطن العراقي هذه التجربة حتى ينضجوا حتى يتعلموا من التجارب السابقة إلى متى ينتظرون يعني ما يقارب العشرين عام وهل ينتظر هذا الجيل أيضا ما مر بالجيل السابق ويستمر الأزمات والمشاكل إلى الجيل القادم وتسبب هذا الأمر في عدم تقديم أي نموذج للحكم عدم تقديم أي نموذج ناجح وأيضا فشل كامل في المجال الإداري والتركيز فقط على الجانب الشعبوي وأيضا على الشعارات التي نشعر أنهم يرفعونها في كل مناسبة في كل ندواتهم أو في كل اجتماعاتهم مع الشعب يرفعون شعارات كبيرة شعارات بمساندة الشعوب المظلومة في العالم وهم عاجزون عن توفير أبسط الحاجيات للمواطنين في أصغر محافظة من محافظات العراق نعم دكتور أيمن العاني نائب مسؤول قسم الحقوق للإنسان في هيئة علماء المسلمين مرحبا بك مع عدم وجود سلطة قضائية حيادية جعلت جميع السلطات بأيدي أحزاب السلطة هل هذا هو سبب رئيسي لتدهور الواقع الإنساني في العراق مع صدور كل هذه التقارير من المنظمات الدولية التي تحدثت عن تدهور هذا الواقع شكرا على الاستغافة الحقيقة أخي الكريم يعني منذ 2003 إلى اليوم هذا يعني حالة التشارك الذي أشار إليها الضيف الكريم حالة التشارك بين جميع الأطراف التي قبلت دخول هذه العملية السياسية المسك حالة التشارك والتخطية على الفساد وعدم وغياب الإفلاة من العقاد وغياب المسائلة وغياب المحاسبة والجميع يتشاركون في ما يحصل على أرض العراق منذ 2003 إلى اليوم الجميع مقرون بالذي يحصل الجميع شهود زور على أمور ليست موجودة ليس هناك أبداً أي مظهر من مظاهر الديمقراطية في العراق ما بعد 2003 ليس هناك أبداً أي مظهر من مظاهر الفرية الإنسان العراقي البسيط يدفع ثمناً باهظاً منذ ذلك الوقت وحتى اليوم من ماله ونفسه وبيئته أكثر من عشرة سنة والوطن والمجتمع يزف حقيقة من جميع النواحي يعني من ناحية القتل خارج القانون من ناحية الاعتقالات من ناحية التهجير والنجوح من ناحية الاعدام من ناحية غياب الإفلاة من العقاد من ناحية التغيير الديمغرافي من ناحية البنية التحفية المتهالكة من ناحية تدمير المدن وتشوية أحياء كاملة فيها بالأرض من ناحية الصحفية والحرية العامة جميع المحاور يعني لا يوجد أي محاور من محاور حقوق الإنسان في العراق دون يعني لا يوجد أي محاور المستوى أعلى من الصفر حقيقة يعني هذا حالة مؤلمة والذي يعني يزيد الطيب إلا والزاد علق والوضاع إلا كما يقوله موصل في المجتمع التولي بل وإسناده خاصة من الدول الغربية إسنادها لحكومات الاحتلال المتعاقبة في البلاد منذ 2003 والتشويق لها والتبرير لجرائلها وفشلها التبريح وفشادها المستشري يعني اليوم الحالة في العراق انتهاكات جسيمة تراكا فشاد مستشري يتباعف اسمح لي دكتور أيمن أن ننتقل بسؤال للأستاذ شاخو القراداغ من بيده المصلحة في إبقاء العراق على هذا الوضع أليست من مصلحة الولايات المتحدة بعد احتلال العراق أن يكون العراق أنموذجا يحتذى بها ما الذي يجعلها أو يجعل المجتمع الدولي أيضا يصمت عن هذا الوضع المزري وتقارير الدولية تتحدث بلا شك تقارير الدولية تؤكد هذا الوضع وأيضا الواقع تؤكد هذا الأمر ومرور العراق بهذه الأزمات الكبيرة وضيع ثلاث أراضي ودخول الإرهاب والآن سيطرة الميليشيات على كافة مؤسسات الدولة هذه كلها تعارض المبادئ أو القيم التي تم الإعلان عنها الديمقراطية وتقديم نموذج مشرق في المنطقة أيضا بالكامل ولكن ما حصل هو العكس تماما تم تقديم نموذج أيدولوجي مذهبي مخالف تماما للمعايير والمصلحة في إبقاء العراق من هذه الدوامة من المعاناة الإنسانية بلا شك أن هذه الدول جميعها مهما رفعت شعارات براقة إلا أنها تعمل لأجل تحقيق مصالحها بالأخير وليس لأجل مصالح هذه الشعوب التي تعيش في هذه المنطقة أطراف دولية تضغط بهذا الاتجاه بلا شك أطراف دولية وأيضا أطراف داخلية أيضا يعني نحن إذا كنا نظن أن المسؤول أو القياد العراقي أو القائد العراقي أو الرئيس العراقي لا يعلم كيف يدير المجتمع أو كيف يطور المجتمع نحن نخضع أنفسنا هؤلاء يعلمون كيفية إدارة الدولة وبإمكانهم تطوير المجتمع ولكن يعلمون أيضا أن بقاء الوضع الحالي بقاء المشاكل يضمن بقاءهم بقاء المشاكل الإدارية المشاكل السياسية المشاكل القضائية النسبة المتدنية من الخدمات بقاء هذا الأمر يضمن بقاءهم وبالتالي هم يحافظون على استمرارية هذا الوضع الجاري ولا يريدون تغييره لأن تغيير هذا الوضع لا يصب في مصطحتهم وبالتالي الآن حتى إذا نظرنا إلى نسب كارثية من الفشل في المدارس رأينا نسب النجاح مددنية جدا جدا وهذه كارثة لماذا؟ هذا منهج لتجهيل لنشر الجهل في المجتمع لأنهم يستفيدون من هذه الطاقات كيف يغلق أمامك كل أبواب طلب العلم يفتح باب التجنيت أو الذهاب نحو الميليشيات أو الانضمام إلى جماعات مسلحة ويدفع مقابل هذا الشيء مبلغا من المال فالشخص الجاهل الذي ليس لديه أي طريق آخر حتى يكسب قوتة يومه يعني يلتزم ويذهب إلى الانضمام إلى هذه المجتمع مشروع عمل به بعد احتلال عراق منذ عام 2003 والكثير من المؤشرات وكثير من التقارير والأرقام والإحصائيات تتحدث عن الاغتيالات بأرقام مخيفة وكذلك عن موضوع الاختطاف والتدخر الأمني دكتور أيمن العاني الصليب الأحمر تحدث فيما يخص موضوع الاغتيالات وبتقرير عن 1200 طبيب وممرضة قتلوا وخطف المئات فيما يخص الواقع الصحي الذي هو أيضا مرتبط بشكل مباشر بالواقع الإنساني تحدثت قبل قليل عن موضوع الإفلات من العقاب والمساءلة والعدالة وليس هناك أي سلطة قضائية محايدة للوقوف على هذه الأسباب ومعالجة الخلل من بيده أو من له المصلحة من حيث كما تحدث الأستاذ شاهو قرداغي هناك قوى دولية ليس من مصلحتها أن يتم إصلاح الوضع الإنساني في العراق ونهض به لماذا لا تفعل السلطة القضائية ويفعل جانب المساءلة وكذلك العدالة على نحو يضمن الوقوف على نقاط المعالجة أخي الكريم تفعيل المنظومة القضائية ومنظومة العدالة في العراق يتعارض مع نهج العملية السياسية ونهج المحاصصة والمشاركة في الجرائم والمشاركة في الصريقات والمشاركة في الفتات مسألة تتعارض تماماً مع هذا الواقع هذا مسلم به لأنه إذا تم تفعيل منظومة القضاء بشكل نظامي كما يجب فبالنتيجة هناك مساءلة هناك محاسبة هناك عقاب طبعاً الآن الجميع كما ذكرت هم متشاركون في هذه يعني الأكلة على القصعة فالعراق أصبح أخي يطمع له القريب والبعيد وهي فرصة اليوم الدول الغربية ومجتمع الدولي مستفيد من ما يحصل في العراق الذي يحصل هو يقومون بتجهيز السلاح للحكومة وهذا السلاح طبعاً مقابل المال وهذا السلاح يسم به تدمير المدن والمدن تحتاج إلى إعادة إعمار الفساد الحالي يعني يجعل من إعادة إعمار حقيقية عملية إعادة إعمار حقيقية مستحيل فهم بالنتيجة سيقومون بإعادة الإعمار بأنفسهم بشركات تابعة لهم فهي هذه يعني في كل جزئية لهم طائدة ولهم أطلحة مما يجري فلذلك هم يغضون النظر ولا يريدون أن يقولون الحقيقة بل يعني المشكلة ليسوا يعني صامتين بل هم يتحدثون للتسويق عن الحالة العراقية وللتبرير وللتسويق لما يجري في العراق من جرائم أصبح إذا سمحت لي نعم دكتور أيمن العاني سأعود إليك مرة أخرى هناك تقرير عالمي كثير من التقارير التي صدرت للمنظمات الدولية والعالمية تحدثت أو تحدث آخر تقرير لهومان رايس ووش عام 2019 ذكر جملة من حقوق الإنسان المنتهكة ومختلف المجالات كانت من المفترض أن هذا التقرير يصدر عن ما بعد العمليات العسكرية وعن الانتهاكات التي ارتكبتها المجاميع المسلحة ولكن نرى أن هذا التقرير يصب جام المسؤولية وكامل المسؤولية على الحكومة كيف تبعت هذا التقرير؟ بلا شك هذا التقرير مهم جدا هو أيضا يركز على تفاصيل الاختراقات أو تفاصيل الانتهاكات بحق حقوق الإنسان في العراق نحن داخليا ليس لدينا في العراق أي منظمة أو مؤسسة تستطيع أن تجهز مثل هذه التقريرات وتدين الحكومة العراقية ولكن هذا التقرير ركز على مجموعة من الأمور منها ملف الانتهاكات ومعاقبات الجماعية يعني تم معاقبة الكثيرين كثير من المواطنين بسبب شبهة أو بسبب شبهة في الإسم ولم يتم تقديم الحق لهؤلاء بالدفاع عن أنفسهم يعني نفس الممارسات التي أدت إلى المشاكل الأمنية وفوضى وظهر الرابع نفسها تتكرر الآن أيضا تحدث عن موضوع أهم هو الاختفاء القصري يتحدث عن 250 ألف إلى مليون شخص وأيضا يعطي الأدلة على أن أغلب هذه العمليات تم في سيطرات أمنية ولكن الحكومة العراقية لم تقدم التسهيلات أو لم تقدم إذن لمنظمة هيمان رايس هوتش لبحث عن مصير هؤلاء أين هم رغم أن الغالبية من هذه المراكز تعرف أن المسؤولين الرئيسيين عن هذه الاختطافات وعملات الاختفاء القصري ميليشيات معينة مرتبطة بإيران وأيضا تقوم بهذه العمليات والحكومة العراقية لا تستطيع هنا المشكلة الحكومة العراقية لا تستطيع أن تثبت سيادة الدولة وتقوم بمعاقبة هذه الميليشيات نحن قبل أسبوع رئيس الوزراء عبد المهدي قرر دمج الميليشيات الحجر الشعبي مع المؤسسة الأمنية أحد الكتاب في معهد واشنطن طلب طلب بسيط قال لإثبات حسنية الحكومة عليها أن تطالب الميليشيات بالكشف عن السجون السرية التي لديها في كافة في أغلب المناطق المدمرة التي تدميرها الكشف عن هذه السجون وكشف مصير المساجين حتى تثبت الحكومة العراقية أنها قادرة على السيطرة على هذه الميليشيات إلى الآن هذه الميليشيات لا تسمح للحكومة أصلا بالاختراب من هذه السجون ولا تعطيها الصلاحية رغم أن الحكومة من المعتبر أن تكون هي الرئيس الوزراء هو قائد القوات المسلحة وأيضا يجب أن يكون لديه سلطة توجيه القرار لكل المجامع المسلحة الذي يعتبرهم جزء من المنظومة الأمنية ولكن إلى الآن لم يثبت هذا الشيء وبالتالي منظمته من رئيس الوزراء أيضا تركز على هذه النقطة أين الحكومة في توضيح أو التحقيق حول مصير الآلاف من المغيبين من المهجرين قصريا أيضا بعد هذا قبل داعش أيضا هذا الملف موجود طبعا ولكن بعد داعش أيضا التهمة داعش تم اختطاف الكثيرين وتغيبهم قصريا بتهمة الداعش وإلى الآن لا يوجد مصيرهم غير معروف ليس فقط المغيبين قصريا هناك الكثير من شهود العيان وأيضا التقارير التي تحدثت عن موضوع ما يتم من انتهاكات ضد النازحين في المخيمات الآن يتم اعتبارهم أنهم عوائل تنظيم الدولة وعوائل داعش وهناك عمليات اعتقالات بالقوة هناك معاملة قاسية للأطفال هناك معاملة قاسية لأهالي من يتهمون بأنهم منتمون هناك اتهامات والمتخم بريء حتى تثبت إدانته بحسب القانون نتوجه بالسؤال إلى دكتور أيمن العاني دكتور أيمن هل حكومة عبد المهدي عاجزة عن مواجهة الانتهاكات التي ترتكب من قبل الميليشيات سواء ضد النازحين أو عمليات الاعتقالات والتغييب القصري والمعتقلات أخي الكريم الحكومة ترخص للميليشيات ما تقوم به الحكومة تمنح غطاء رسمي لهذه المجاميع المصلحة الحكومة تعلم جيدا ما تقوم به يعني كلها مجموعات موالية لإيران إيران لها مخطط واسع توسعي في المنطقة من جملة هذا المخطط هو العراق اليوم نشهد بفعل هذه الميليشيات تنفيذ مراحل متقدمة من مخطط تغيير ديمغرافي في مناطق واسعة من العراق هناك أكثر من تسع محافظات تصيفر عليها الحكومة في بغداد تشهد عمليات تغيير ديمغرافي كبيرة اليوم الحكومة يعني متورطة تورط كامل بما تقوم به الميليشيات سواء مشاركة مباشرة أو غير مباشرة فبالنتيجة هي عاجزة لأنها تابعة أيضا من قطوما يعني تابعة الأحزاب التنسبة في العراق اليوم هي تابعة لإيران وهذه الميليشيات يعني الطرفان يلتقيان عند نفس المكتبع نستطيع أن نصف ذلك بأنه عجز فعلي أم أنه اتباع إذا كانت هي تابعة لأحزاب أو تابعة لفئات متنفذة كيف يمكن أن نصفها أنها عاجزة لا أخي هي قطعا مشاركة ومتورطة ومشاركة إما مباشرة أو غير مباشرة لكن التبعية هي التي تفرض عليها هذه المشاركة يعني اليوم البنية السياسية للعملية التي فرضها الاحتلال بعد 2003 وما أملت عليه إيران ما أملت من مطالب تنفذ من خلال هذه العملية يعني اليوم كل هذه المشكلة أصل المشكلة في العراق هي العملية السياسية بنية العملية السياسية المشاركون بهذه العملية الجميع اليوم أصل المشكلة في العراق لأنه لا يمكن يعني لا نستطيع هم بأنفسهم يعني يطرون أنه لا توجد أي جهة في العراق اليوم قادرة على محاسبة أصغر شخص أصغر أنصر في الميليشيا لماذا؟ هكذا يراد للميليشيات أن تكون القوة الأولى في البلد أعلى من الجيش والشرطة الحكوميتين يعني المسألة مخطط لها لا تسير بشكل عقوي في هذه النقطة دكتور أيمن اسمحني أن تقلل سيد شاهو سيد شاهو يعني الأعمالية السياسية هي أصل المشكلة في العراق مثل ما تحدثت دكتور أيمن العاني ولكن الحكومات المتعاقبة حكومة المالكي ثم العبادي العبادي تحديدا بعد المالكي ثم عبد المهدي رفعت شعار محاربة الفساد بالإضافة لذلك لها إجراءات أيضا اتخذت من قبل الحماية الاجتماعية عن طريق القروض من قبل الحكومة أو الاقتراض والتسهيلات للمواطنين كل هذه لماذا لا تنجح أو لم تنجح من وجهة نظرك هذه الإجراءات مثل إجراءات تختيرية مؤقتة ويدل على عدم غياب الاستراتيجية الكاملة عندما لديك بيئة مليئة بالأمراض مليئة بالواسطة والمحسوبية والمشاكل والرشاوي إذن الحماية الاجتماعية أو تقديم القروض يمر عبر هذه الأمور يعني مهما حاولت أن تحسن من أداء المجتمع وأيضا أن تقلل نسب الفقر والبطالة سيكون هناك منظومة الواسطة أو التقديم الرشاوي أو المحسوبية سيدخل في هذه الخطة ويدمرها من أساسه وبالتالي كل هذه الحلول المؤقتة التي تم تطبيقها لم تنجح في التخلص من حالة الفقر وحالة البطالة لماذا؟ لأنه دخل فيها المحسوبية ودخل فيها الواسطة أنت المنبع الرئيسي لهذا النظام فيه مشاكل وبالتالي لا يمكن معالجته بمعالجات مؤقتة أو تخديرية يجب تغيير المنظومة بالكامل يجب مواجهة الحالة المحسوبية يجب مواجهة الآن التزكية الحزبية فائدته وتأثيره أكبر من الشهادة والكفاءة والخبرة والتجربة فقط مجرد التزكية الحزبية طيب هل العراق يخلو من الكفاءات التي تسير بالعراق بالاتجاه الصحيح يعني مثلما تفضلتم أن هذه الأمور كلها تخديرية وهو معلوم الأمر لأن إذا أردت أن تنهض ببلد عليك بالنهوض بواقعه الزراعي والصناعي عن طريق إقامة المعامل وتدعيم الفلاحين وكذلك تدعيم العاملين في المعامل وإنشاء فرص عمل للشباب لكي يشتغلوا وبالتالي النهوض وإدارة عجلة النهضة في العراق ولكن ما نرى أنها ميزانية يستقطع منها للقروض وللتجهيز الجيش المجهود الحربي وما إلى ذلك بالمقابل ما النتائج؟ النتائج المحسوبية والواسطة وبالتالي العراق يبقى ضمن موقعه ولا يتقدم إلى الأمام دكتور أيمن العاني من وجهة نظرك الآن ما هي الحلول من أجل النهوض بالواقع الإنساني في العراق الواقع الإنساني طبعا هو مرتبط بالواقع الاقتصادي والواقع الاجتماعي وكذلك الواقع السياسي أخي قطعا يعني هناك ثبات وثيق بين الحالة السياسية والحالة الإنسانية لأنه الموضوع يحتاج إلى إرادة سياسية فاعلة والسيادة وطنية حقيقية لمحاولة تغيير الواقع الإنساني في العراق هذا الأمر لا يمكن أن يحدث في ظل المحطيات التي فرضتها العملية السياسية التي جاء بها الاحتلال ولا تزال قائمة في العراق إلى اليوم هذه المشكلة والغرب أول من يعلم أن هذه هي المشكلة الأصيلة وهي الخلل الأصيل الذي يراد لها لهذه العمل كما ذكر هو تنفيذ مخصص إلى حين وعلى ذلك يتم يعني كل حادث حديث يعني يتم تغيير أو عدم تغيير حسب المخصصات التي التي يراد للعراق أن يكون تحت ميرها فهي أخي الواقع الإنساني في العراق اليوم واقع يعني أقل ما يقال عنه أنه واقع مزرد واقع ليس فيه أي بصيص مع العلم أن الكثير من المليارات دكتور أيمن صرفت على التسلح وعلى صفقات شابها الفساد في منذ العام 2014 أو 2013 وحتى الآن أكثر من ألف ومئة مليار دولار ذهبت أدراج الرياح في حين أن العراق عاجز عن إعادة صناعة الكهرباء حصرا يعني هل هناك بلد في العالم عاجز عن توفير الكهرباء الكهرباء لأبناء شابه فعلا سؤال يحتاج إلى إجابة يعني هل هذا الأمر صعب يعني كثير من الاقتصاديين من يقول أن الكهرباء هي عصب الحياة وبإمكانك أن تدير معمل وتدير حقول وأن تنتج وفي كل الأمور هي متعلقة بالكهرباء مسألة التقشف يعني الحكومة طرحت بعد موضوع التسلح والصفقات التي شابها الفساد يعني أمرت الشعب العراقي بالتقشف والأوضاع السيئة بالتالي نرى أنها تؤثر فقط على الطبقة الكادحة وعلى الفقراء مع ازدياد معدلات الفقر والبطالة في العراق كيف تنظر إلى موضوع الأحزاب السياسية وتعاملها مع موضوع هذا التقشف هل التقشف شملت به هذه الأحزاب قبل ذلك أريد أن أعلق على موضوع أهم نحن لدينا تجارب طبعا تجارب دول ناجحة في العالم كوريا الجنوبية رواندا هذه التجارب التي نجحت في تحقيق النهضة والاستقرار والتنمية دون أن ترفع شعارات بتحقيق الدولة العدل الإلهي ومواجهة الاستقبار العالمي كما يفعل الأحزاب الدينية في العراق وشعارات مسح إسرائيل عن الخريطة والتوجه إلى البحرين كما يفعل الميليشيات الطائفية في العراق لم ترفع أي شعار بل عملت بصمت وحققت تطورا ملحوظا والآن تنافس الدول المتقدمة في العالم لنصول إلى مسار الدول المتقدمة خلال أقل من عشرين عام حققت هذا الأمر من خلال العمل والإخلاص ووجود قادة قادة يعني عندهم إخلاص وعندهم الشعور الوطني عندهم إخلاص حقيقي حققوا هذا الأمر ولم يرفعوا الشعارات ولكن هؤلاء للأسف إلى الآن يظنون أن الشعارات تتحول إلى قطعة خبز وتستطيع أن تعيش المواطن العراقي ويستطيع أن يعيش بالشعارات رغم أنه الشعارات لا فائدة منه موضوع التقشف أيضا وموضوع أحد الخطباء قال أدعو المواطن العراقي إلى التمسك بتيار الكهربائي يعني أن لا يستخدمه لا يفرط في استخدامه فتم الرد عليه هل يوجد حتى نفرط في استخدامه أو نتركه هو لا يوجد أصلا هذه الإجراءات إجراءات التقشف إجراءات عدم دفع الرواتب أو تخفيضه وعدم مساعدة الشعب دائما ينطبق على طبق الفقراء من المواطنين إذا نظرنا إلى مجرد مؤتمر لأي حزب من الأحزاب الموجودة الآن انظر إلى شكل القاعة الفخمة لهذا الحزب التي يعقد فيها مؤتمره والقاعة هو للحزب تجد أنه لا يوجد في دول العالم هذه المظاير ويعتبر من الإسراف يعني نحن نرى نسمع في الدول الأوروبية يتم معاقبة مسؤول بسبب سوء استخدام سلطاته وسوء استخدام مال الدولة وقد يكون مبلغ ألف دولار نرى في العراق يضيع ملايين الدولارات دون أي محاسبة الوفود يعني انظر إلى أي سفر خارجي لأي مسؤول ترى معه وفد أكثر من 20 شخص وهؤلاء يسافرون إلى الخارج بأموال الدولة وينفقون من أموال الدولة وعمليات تجميل على نفقة أموال الدولة وعمليات أخرى ولماذا التقشف ومحاولة التمسك بالأموال لا يشمل المسؤولين ولا يشمل الرأسان كل هذا الأمر هو معلوم ولكن السؤال هنا الفاعل السياسي هل يدرك ذلك أم لا يريد أن يدرك يعني هل هو يشعر بهذه المشكلة أم لا يشعر بها أنا أعتقد أنه يشعر بهذه المشكلة ويشعر بالأزمة وأيضا يعلم كيف يتم حل هذه الأزمة ولكنه لا يريد لماذا لا؟ يريد التماطل لأن بقاء هذه الأزمة يضمن بقاءه هذه العقليات نحن دائما نقول رغم أنها شهدت التجارب الموجودة في أوروبا وباقي الدول وبعضها كانت تعيش أصلا هناك ولكن شعور الفقر لا زالت موجودة عندها يعني رغم أنها كانت تعيش حالة فقر وفجأة حصلت على مليارات الدولارات ولكن شعور الفقر لديها لديها شعور بأن مسؤولية تحسين المجتمع ومسؤولية خدمة المواطنين لا يكون على آتق المسؤولين بل هو من واجبه أن يضمن مصالحه ومصالح حزبه ومصالح الدول التي تدعمه للبقاء في السلطة أما مسؤولية تحسين وضع الشعب لا يستطيع أنه مسؤولا هذا الأمر فهناك نقص في داخل نفسية للمسؤولين لا يشعرون بهذه المسؤولية وليس لديهم هذا الأساس بالمقابل هناك من يقول أن الحكومة تنجز وليست فيها عاجزة بل تنجز دكتور أيمن العاني هناك من يقول بأن الحكومة قد أنجزت الكثير في العراق أنجزت المعتقلات وأنجزت السجون وهذه الصناعة لا تزدهر فقط في العراق والكثير من التقارير الدولية تحدثت عن هذا الأمر عن قمع الكلمة الحرة ما جرى في تظاهرات الأخيرة من اغتيال حتى للناشطين الذين ينتقدون الوضع الحالي في العراق هل ترى أن العراق الآن أصبح أمام أمر مسلم به وهو أن الأحزاب قد سيطرت على الوضع في العراق وسيظل الوضع الإنساني على ما هو عليه أخي يعني الشعب هو الذي بيده زمان الأمور الشعب إذا تحرك وإذا أدرك ما عليه من مواجبات وخط سبيلا للخلاف فهنا الأحزاب تخف عاجزة أمام الغيران الشخصية نعم هناك قمع نعم هناك سجون يعني سياسة بناء السجون وتوسيعها وهذه السياسة عملت عليها السلطة الاحتلال وأحكوماتها من بعدها حقوق الاحتلال المتعاقبة منذ 2003 لكن يظل المواطن العراقي هو الأصل هو الذي يحدد هو الذي يقبل أو يرفض يعني هنا الجميع يشهد كيف حصل في العراق يعني الفراك الشعبي العطوي الذي يعني ناهض هذه الحكومة والسياسة التي تستجعها والطائفية الصبغة الطائفية التي يعني لا يمكن لأحد إنسارها في هذا الموضوع هناك دور أساسي يعني اليوم نشارع احتجاجات ضد الفساد والحكومة الفساد الحكومة والفشل الحكومي غياب الخدمات هذا كله يجعل من الحكومة يعني موقف ضعيف الأمر أيضا دكتور أيمن لا يقف عند هذه الحدود هناك كثير من المنظمات الدولية منها منظمة اليونسيف حذرت من خطورة هذه الأوضاع الإنسانية على الطفولة في العراق وعلى الأجيال المقبلة يعني مع ذلك كيف تصف موقف المجتمع الدولي مما يجري هل هو موقف الصامت أم المشارك الحديث معي أخوان نعم دكتور أيمن لكم تفضل أخي كريم يعني المجتمع الدولي اليوم ينظر بعين كليلة لما يحصل في العراق المجتمع الدولي اليوم لا يريد أن يقول الحقيقة التي تحدث في العراق المجتمع الدولي اليوم مستفيد من الحالة الإنسانية المزرية التي يعيشها العراق المجتمع الدولي لديه مخطط يقوم بتنفيذه في العراق هذا يعني أصبح واضح جدا أمام أي ناظر طبلا عن المراقب فهنا إذا تلاحظ يعني المسألة المجتمع الدولي متورط تورطا أساسيا في هذا إما دعم إما إثناد إما تسليح إما منح خروض إما في يعني في في أقل الحالات هو يكون صامتا طيب إذا ما يحصل في العراق من انتهاسات وجرائم وفساد ويعني غياب للإدارة الراشدة والإدارة الحكيمة وبالنتيجة هو يبحث عن جهة قاسرة في العراق يسيطر عليها يحركها كيف يشاء وهذا الذي يحصل في العراق طبعا هنا الطرف الإيراني حاضر في هذه المعادلة لأنه الطرف الإيراني طرف أصيل في ما يحدث في العراق من معاناة وأوضاع إنسانية يعني توارث إنسانية كبرى وجرائم حرب يندى لها جريه الإنسان نعم ساشا وضيع حقوق الإنسان وعدم توفير سبل العيش دفع البعض أيضا للإقدام على الانتحار يعني كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن الكثير من الشباب والشابات أقدموا على الانتحار في الربع الأول من عام 2019 تصدرت القائمة محافظة كربلاء بواقع عشرين عراقيا عقبتها محافظات البصرة وكركوك وذيقار وميسان ثم النجف يعني ظاهرة الانتحار وازدياد معدلات الانتحار في ظل هذه الأجواء وفي ظل صمت المجتمع الدولي يعني كيف تعلق عليه ظاهرة الانتحار هو تجسيد حقيقي لحالة اليأس والقنوط وفقدان الأمل لدى الشباب خاصة ولذلك يرجعون إلى الانتحار بلا شك عندما تكون مصيرك مجهول ومستقبلك غير معلوم إما أن تنتحر وإما أن تهاجر إلى الخارج الآن أيضا هجرة العقول العراق كان من أوائل الدول التي تعاني من هجرة العقول العقول تهاجر إلى خارج العراق وتبدع في الخارج وهذا الدليل على أن البيئة داخل العراق بيئة طاردة لهؤلاء العقول ولكن هذا أيضا يحتاج إلى قدرات في المقابل من ليس لديه قدرات لهذا ولا يتحمل أن يرى هذا الوضع ويرى مستقبله مجهول وأيضا يدرس ويتعب حتى يحصل على الشهادة وبعضها لا يستطيع أن يتعين في أبسط دائرة ويرى أن مستقبله مجهول يلجأ إلى هذه ظاهرة ظاهرة الانتحار التي انتشرت وبلا شك أن تم تعميم أو تم تحديث عنها في خطب الجمعة وتم المطالبة بإنهاء هذا الأمر وعلى الشباب أن يكونوا متحمسين وأن يواجهوا مصائب الحياة ولكن لا يمكن حل هذه الأمور بالوعظ مجرد الوعظ هذا يحتاج إلى إصلاحات حقيقية داخل أرض الواقع تغييرات حقيقية في واقع المجتمع حتى يشعر المواطن بتغيير أما الوعظ لا يمكنه أن يحل شيء هل هناك بيئة صالحة لإقامة مثل هكذا مشاريع تنهض بالواقع الاجتماعي العراقي في ظل وجود ميليشيات وفي ظل وجود أحزاب نحن رأينا أن حتى الشركات العالمية التي وعدت بالاستثمارات في العراق لا تأتي إلى العراق لأن الميليشيات تطلب حصة من هذه المشاريع فكيف بالمشاريع المحلية الدولية لا تأتي خشية أو خفوة من المطالبة بالحصص أو اختطاف موظفيها داخل العراق فكيف بالمشاريع المحلية بلا شك البيئة ليست مساعدة وليست بيئة إبداء واختراع لأنه لا يمكن أن تبدأ بأي مشروع إلا أن تجعل من أحد الرؤوس أو أحد الميليشيات شريكاً لك وتعطيه حصة هناك مكاتب اقتصادية في المحطة بلا شك هذه انتشرت وأيضاً الحكومة عاجزة عن التعامل مع هذا الأمر فالبيئة هي بيئة طاردة فعلاً للعقول للعقليات للمبدعين ومستمر إلى الآن وظاهرة الانتحار هي أحد نتائج هذا الوضع العام الذي نراه يعني هذا البؤس هذا اليأس الذي انتشر بين فيئة الشرار إذن على ما يمكن التعويل من أجل الحل أو لا نقول حل يعني الحل هذه كلمة بسيطة أمام واقع مزري في العراق وواقع سالم وتدخور والكثير من التقارير الدولية تصدر في كل سنة بالعشرات ولكن لا حلول ولا معالجة هل هناك يعني ثمة حلول ربما يعني ممكن أن نقول أنه الخطوات الأولى للنقود بالواقع الإنساني في العراق في ظل هذا الواقع وفي ظل تسلط الأحزاب كافة حكومات حتى حكومة المالكي وحكومة العبادي وحكومة عبد المهدي أيضاً لديها خطة شاملة استراتيجية للإصلاح الحقيقي ولكن نسمع بها شهر واحد وبعدها ينقطع الأخبار عن هذه الخطة الجهنمية الاستراتيجية للإصلاح وبالتالي هذا يثبت أن طرح الخطط الإصلاحية لا يعني تطبيقها على أرض الواقع ولكن مجرد تخدير والمشكلة أنه الفساد ليس في قطاع واحد حتى يمكن محاربته بسهولة بل كافة القطاعات الموجودة دخل فيها الفساد إلا ما ندر وبالتالي لا يمكن إجراء إصلاح حقيقي في خلال فترة سنة أو سنتين يحتاج سنوات لإجراء الإصلاح الحقيقي لأن منظومة بالكامل شابهته الفساد وأيضا من الوزراء إلى المدراء إلى أصغر موظف أيضا تورط في ملفات الفساد وبالتالي لا يمكن معالجته بسهولة إلا بوجود إرادة حقيقية والتي لا نلتمسها إلا الآن موجودة إرادة حقيقية وشخص لا يخاف من محاسبة الأحزاب يعني نرى أن رئيس الوزراء الآن مهما وعد بتحقيق الإصلاح والتغيير ولكنه يبقى رهينا لإرادة الأحزاب التي أوصلته إلى هذا المنصب وبالتالي لا يستطيع الخروج عن إرادة هذه الأحزاب ويبقى في هذه الدائرة المرسومة له لا يستطيع أن يتجاوزها أو أن يتخذ خطوات خارج عنها وللأسف يعني كصورة من الصور أيضا السوداوية في العراق وهي واقع يعني آخر إحصائيات ذكرت طبعا للمنظمات الدولية وللجان المختصة أن أعداد الذين يسكنون العشوائيات بلغ مئات الآلاف ولازالت أيضا المحافظات المدمرة بسبب العمليات العسكرية من دون إعمار إضافة إلى وجود أكثر من 300 ألف أسرة نازحة إلى الآن في المخيمات لا يسمح لها بالرجوع إلى مناطقها ومناطقها مدمرة أيضا وأكثر من مليوني مهاجر وأكثر من مليوني عاطل عن العمل يبدو أن الصورة سودوية جدا في العراق وهذا ما تعكسه تقارير المنظمات الدولية والإنسانية إذن مشاهدين الكرام الواقع الإنساني في العراق يصمته وأيضا يلحقه أو يلحق به صمت للمجتمع الدولي ومثل ما وصف ضيوفي الكرام أن هناك تشارك فيما يجري من وضع مترد في العراق إذن نشكر لكم وشانين الكرام حسنا وطيبة المتابعة في هذه الحلقة من تحت الضوء وإلى حلقات أخرى إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر